لأن مفهوم التكنولوجيا لا ينحصر في مواقع التواصل الاجتماعي المعروفة من فيسبوك تويتر وإنستغرام ولا حتى بالألعاب التي شغلت الكثيرين من كاندي كراش وبو وغيرها أخذت منظمة انترناشنال أليرت على عاطقها ومقرها الرئيس في المملكة المتحدة مهمة نشر ثقافة السلام والخدمة من خلال التكنولوجيا لهذا نظمت في سبع دول عالمية من بينها لبنان نشاط بيس هاك على مدى ثلاثة أيام متواصلة المساجر بدنا نواصلة أنه التكنولوجيا بنقدر نستعملها لنبني شيء حلو ولنبني سيفك سوسائتي فكانت الفكرة أنه نحن عزمنا كل الانجي اوز كل الاكتيف ايس بي اللي بعضون أو كل الستودنت اللي هنن بيهمهم يحصنوا المجتمع العزمنا كل الكودرز اللي هنن بيحبوا يستعملوا السكيلز تابعون ليبنوا لبنان أحلى أو يعملوا ديفرنس بالسوسائتي تابعون نحن اليوم عمنا نعمل فوكس على الومن النساء اليوث والرفجيب اللي بعض ومرحب دينا الإفنت بحضور حضرت السفير البريطاني اللي افتتح الإفنت بدينا عرضنا الأفكار اللي نحن أردي استضبنا من الأتنديز أنه يعملوا لها رايزينج أو يعرضوا علينا حاولنا نطورها وشغلنا مع الفرق نطول الايدياس تابعيتهم ووصلناها لشكل معين أنه نقدر نكمل من هوني عملوا الفرق تابعيتهم الفرق بتحتوي على ناس بتشتغل من الانجي اوز وعلى ديفلوبرز كودرز اشتركوا في القناة